ياهل والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية فصل اليوم ما راح اقول انه من اجمل الفصول صراحة و لكنه فصل جيد الى حد كبير اعطينا شويه اكشن شويه حوارات تحس انه كذا الطايرة تبع اوده جالسة تقلع تستعد للقلاع عارفين جووووو باقي ما اقلعت اوده جالس يطبخ خلوا يطبخ يا جماعة ويلاقيها من نتفليكس ولا من كثرة الاجازات اللي عندهم في اليابان ولا من عملية عيونه وانا ما افدش يعني ايش اقعد اعطيله اعذاره ولكن الادمي معذوري لحد كبير في التأجيلات والحوزة اللي قاعد تسويها وخصوص التأجيلات يا جماعة وحوزة جدول الفصول تبع اودا على كلام المتابعين وعلى كلام ناس اثق جدا فيهم مثل ابرا شانكس وغيرهم يقولون انه اودا ناوي يعيد قطاره الى المسار الصحيح ومش معناه انه في مسار غلط بس قطاره كده شطح شوية وصارت الفصول تتأجل ومن يعرف ايش بسبب الحوزة اللي صارت له فيقولون انه اودا الان جالس يعيد قطاره الى المسار حيث ايش الفصول ترجع تنزل بنفس الجدول السابقة ثلاثة فصول في الشهر واسبوع اجازة وهكذا عموما هو ما يتجادش ان شاء الله اودا انه عنده الادراك الكامل اودا مش طفل يا جماعة وعارف مصلحة قصته اكثر مني ومنك وكلنا عارفين وانبيس وقصة وانبيس اش تعني لأودا هي حياة اودا اصلا الغاية من وجود اودا وانبيس على اقل بالنسبة له ان شاء الله ان شاء الله تمديد مسلسل وانبيس الواقعي الى موسم ذاني ما راح يدخلنا في حوزة التأجيلات هذه مرة ثانية ان شاء الله شكاشي ما ودي طول عليكم في المقدمة يا جماعة ولكن من باب التذكير وجل من لا يسهو ابلوا لايك للفيديو لو اعجبك واشترك في القناة لو ما كنتم اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول وتعالوا تابعنا الموقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش جميع حساباتي راح تلاقوها موجودة في صندوق الوصف غير كذا اربط لحزامك واطلع على ظهر سفينتك وافتح عشرعتك وهيابنا نبحر في الفصل 1093 واللي كان بعنوان كيزارو ضد لوفي او لوفي ضد كيزارو طيب يا جماعة والله لوفي لعب في حسبة كيزارو لعب مش طبيعي حرفيا سوى فيه مقليعة او المقليعة قلت سمعت عن المقليعة او المقليعة ما عرف كيف تنطق صراحة اخواننا الفلسطينيين الله يحفظهم وينصرهم ان شاء الله يعرفونها يستخدمونها كسلاح ضد الاحتلال الاسرائيلي تجيك كده زي الحبلين طوال وفي النص في منطقة تحط فيها الحجر وتبرمها وتبرمها وترميها واذا انت محترف بتصيب العدو في مكان تخليه يقعد يولو المكان حرفيا لوفي عمل بكيزارو مقليعة او مقليعة مقليعة ولكن كيزارو اعطانا وضعية هيهات هيهات كامون مين انا ادميرال تبت يهزيمني كذا ببساطة متوقعين ان يسقط بهذه السهولة لا والف ولا حتى انا ما راح ارضى على كيزارو ان يسقط بهذه السهولة يا عالمين جدكم عموما قتال لوفي وكيزارو يبدو انه مطول حبتين اوكي قد ينتهي بهزيمة انتصار ولكن ما اعتقد ان المنتصر في هذا القتال راح يكون كيزارو ابدا انه احنا نتكلم عن واحد ضد عشرة اكثر من عشرة يا رجل فكيزارو امام خيارين اما انه ينهزم او ينسحب او 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 الخيار الثالث وعلى عكس كلامي في الفيديو الماضي اعتقد ان لوفي وطاقمه راح ينسحبون بمجرد ما ديهم فرصة اصلا طول الفصل يعني طول الفصل الماضي نبنفقع كيف الفقعة كيف نشرد كيف ننحاش كيف الفقعة كيف نشرد كيف ننحاش وفكرة اصلا الانسحاب والهروب مبررة جدا كون انه طاقم له في عندهم الشخص اللي بينقذونه ما هم جالسين ينقذوا امة ما هم جالسين ينقذوا شعب عندهم عالم وشوية نسخ منه يبغوا ينقذونه فمو لازم انهم يكملوا القتال في هذا المكان ويحررونه ما في احد اصلا في ذاك المكان قاعد يسيطر عليه او مسيطر عليه فالفكرة انهم يأخذون فيجابانك ويشردون فيه او ينقذونه من هذا المكان اللي هو جالس فيه واللي قاعدين يستهدفونه حكومة العالم وهنا نجي للنقطة اللي قد تخلي كلامي يروح في مهب الريح وهي نقطة السيطرة على الباسيفيستا كلامي هذا تعقيبا على نقطة او جزئية انتصار لوفي وطاقمه وقدرتهم على الهروب نقطة السيطرة على الباسيفيستا يا جماعة فيجابانك بنفسه قال بكل بساطة اللي يسيطر على الباسيفيستا في الحرب هذه او في المعركة هذه بالتحديد راح ينتصر الباسيفيستا بتعطيك بريفليج ابن ستة وستين بريفليج لو سيطرت عليهم في هذه المعركة وبحكم انه فيجابانك في سلم الصلاحيات هو اعلى شخص يقدر يتحكم في الباسيفيستا فخلاص الموضوع الان في صالحنا ولكن قل ما يعرفه فيجابانك المسكين ما يدري انه زحل شخصيا امتكي برا في المرسا امتكي منتظر شائع نوين يقلبوا علينا الباسيفيستا انزول لو منا وهذا بالفعل احد الاسباب الرئيسية لتواجد زحل او ساترن في هذه الجزيرة عشان لو خرجت الباسيفيستا عن السيطرة ينزل ساترن ويعيد السيطرة على الباسيفيستا من جديد الان الحباية بيقول لك خلاص يا امي هكرنا الحاجز سيطرنا على الباسيفيستا يلا بينا ننقذ الليلة وناخذ بوني وننحاش هذا السيناريو اللي هم يتوقعون ولكن ساترن او زحل سوف يقف لهم بالمرصاد ورح يعطي الامر للباسيفيستا ويصيروا في صفه بدل من صف بيجابانك وطاقم قبعة القش ويا عالم وش رح تكون خطة لوفي وطاقمه البديلة اذا انقلبت الباسيفيستا عليهم انا كنت اعتقد يا جماعة اننا ممكن ناخذ اجابة بخصوص الرجل الالي ولكن يبدو ان اودا ليس مخبيه كم فصل قدام شكاشي اعتقد ان جزء من خطة الهروب يا جماعة تبع الطاقم رح يكون هذا الرجل الالي هذا الرجل الالي رح يخدم خطة هروب لوفي والطاقم كيف شلون ازاي هاو الله واعلم ولكن استيقاظ الرجل الالي على اقاع الجوي بوي يقول ان ان شاء الله بيكون في صفنا حاجة تكون عون لنا وليس علينا ينقذ الطاقم ويهربهم بر الجزيرة يقاتل الباسيفيستا يقاتل البحرية ويشغلهم الله واعلم ولكن الرجل الالي ظهوره رح يكون بمشيئة الله في صالح الطاقم ولكن اللي بقول لكم الحين يا جماعة ان اودا جالس يوريك ان كل شيء في الوضع الحالي ضد الطاقم جالس يوريك ان الطاقم قبعة القشوة فيغا بنك ومن معه في مأزق عويص جدا تيزارو من جهة البحرية وسفنها من جهة ساترن من جهة الباسيفيستا من جهة ثانية روبلوتشي تيبن كمان من جهة ثانية وسنتو مارو مسكين سقطه متفحما الله يقومه بالسلامة وبوني كمان في وسط المع مع هذي وماكله هوا حرفيا اودا قاعد يقول لك شوف الطاقم الان في مأزق شديد جدا كيف رح يطلعون منه كيف رح يتخلصون من هذا الموقف البائس الله واعلم خطة لوفي ما زالت مطروحة بالنسبة لي او الخطة اللي انا نسبتها اللوفي في الفيديو الماضي وهي ان لوفي ممكن يتعمل قويشيل السفينة ويشرد فيها براء الجزيرة ولكن برضو في وجهة نظر ثانية داخلية تقول لا يا عمي اودا مستحيل يخلي الجوي بوي شماعة كل ما صارت مصيبة كبيرة يا الله جوي بوي تعال حل المشكلة فاعتقد انه الرجل الآلي مثل ما قلت لكم ما زالت فكرة وجوده في صفنة مطروحة وكوما كمان ربما في احتمال ضئيل جدا انه ممكن يرسبن فجأة في جزيرة الايقهيد مع اني ما دري وش بتكون فائدته في الوضع الحالي بالذات انه مرم دقدق ومكسر وفاقت جزء كبير من وعيه ايش بتكون خطة الهروب غير الاشياء اللي قلتها اعرف انه اكتبلي في التعليقات بالنسبة لقتال زورو ضد روب لوتشي صدقوني يا جماعة كلام فاضي واستهبال زورو بيدعسه دعسة كلاب ويمشي عليه كمان واتمنى اتمنى انه زورو يكسر ام قاعدة القتل في وان بيس ويقطع راس روب لوتش كده نشوف راسه يطير ونفتك منه اقسم بالله روب لوتش يا جماعة مسوي زحمه والشارع فاضي خلاص يا وده قرشعه ما نحتاجه حرفيا والله شخصية مزعجة وغتيثة له شخصية ممتعة قتاليا وله شخصية ممتعة حواريا وله شخصية عندها مبادئ تقدر تحترمها زي كايدو زغيرو من الاشرار عبد من عبيد وكلاب حكومة العالم اندعس ايلين قال امين وبيندعس كمان من زورو بس حرفيا ترى والله ما له لازمة ولكن يا جماعة اعتقد ان اودا حط زورو ضد روب لوتشي لسبب معين وهو انه يوريك هاي لو في معاده فاضل الاشكال هذه حتى زورو معاده فاضل الاشكال هذه بس بما انه موجود نزله زورو وخليه يدعس عليه ويوريه قديش حجمه الاصلي مش تقليلا في زورو ولكن علشان يوريك ان لوفي مش في مستوى قتال الشخصيات التافة هذه حتى زورو مش في مستوىها زي ما اقتلكم لوفي الان يونكو يا جماعة وشوفناك خبز روب لوتشي بالقيرة الخامس كذا خبزوا وربطوا وجال سمتكي قدام روب لوتشي حرفيا معاده يعتبر خصم اصلا ولا في اي مستوى امام لوفي فغالبا اودا نزل زورو لروب لوتشي علشان يدعسه ويأكد لنا برضو ان زورو برضو في مستوى اخر وروب لوتشي هذا لعب عيال بالنسبة لزورو اقول لكم حاجة يا رجل نزله سانجي نزله سانجي يدعس عليه ويمشي وهو ماشي كذا يدعس عليه الطاقم تغيروا الطاقم تغيروا يا جماعة والقوة اختلفت معادهم العيال الصغار حق الزمان اللي قبل السنتين يا عمي اقول لك حاجة زورو زورو يقول له لوتشي بمستوى كتافه هذا مستحيلة خليك تقاتل قائدي زورو جالس يقيم مستوى لوتشي هل هو مستعد يقاتل لوفي ولا لا حرفيا حتى زورو مو جالس يقاتله بجدية جاي يدعس عليه علشان الوساخ اللي سواها بس مجرد جالس يوري قيمته ومكانته الحقيقية امام القامات الكبيرة هذه لا اكثر اقين يا جماعة ونرجع لنقطة سابقة اكثر من مرة كررتها اللي هي قفازات الضو انا اعتقد وبنسبة كبيرة اننا راح نشوف استخدام لقفازات الضو لا محالة لازم نشوف لها استخدام باي شكل من اشكال في هذا الحدث يمكن يستخدمها احد من طاقم فيجابانك يمكن يستخدمها احد من طاقم لوفي ومش بالضرورة انه يهزمون كيزارو فيها ممكن يضربون ويعطلونه على الاقل لكن استخدام القفازات حاصل حاصل باذن الله ولو انك ناسي وش هي قفازات الضو انا من يفاكر اسمها بس سميتها قفازات الضو من كيسي قفازات تلبسها واذا لبستها يدينك تصير كأنها اشبه بالهاكي تقدر تضرب الضو اي ضوء قدامك تقدر تضربه واضحاك صدمين صح يب كيزارو اودا لمحلك عن قفازات الضو قفازات بامكانها ضرب الضو وبعدين رسبن لك كيزارو ايش فايدة القفازات يب بنستخدمها ضد كيزارو شلون ازاي الله واعلم فريم سنتو مارو يا جماعة رائع 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 جدا انا مرة حبيت الشخصية هذه وزد حبيتها اكثر بعد الحادث هذا فريم كان مرة جميل ويوريك معدن الولد الطيب هذا يعني بلا يتخيلوا انه مصاب وحالته حالة ومتفحم مثل ما وصفه المترجم ومع ذلك اعطى نفسه دفعة اخيرة وانقذ بوني والعلمكم اودا كان بامكانه يخلي بوني تسقط وترجع توقف عرجوله وتكمل ما صار شيء ولكن اعتقد وبنسبة كبيرة ان اودا حاب يعطي سنتو مارو لحظة فخرية كذا بالذات بعد ما خسر امام كيزارو فكانت لمسة جدا جميلة من اودا واعطى الطابع درامي مرة مرة رهيب لهذا الحدث ما اخفيكم يا جماعة ولا ودي انكر ولكن القتال بين لوفي وكيزارو كان ممتع مرة ممتع بالذات لما كيزارو سوى عدة نسخ منه وكيف لوفي قدري جاري وقاتل كل النسخ هذيك ومحاها وقبلها لما لوفي رماه بر الجزيرة وبغى يطيح في المحيط ورجع فكان في اكسين مرة جميل وممتع صدقا ولو اودا شد حيله شوية كان شوفنا فريمات مرة رهيبة والجميل كمان يا جماعة في هذا القتال ان لوفي شخصية مرحة وكيزارو شخصية برضو تميل شوية للمرح مع ايش فيها كده هبالة واستهبال بتحس في تناغم غريب في القتال هذا ما بين لوفي وكيزارو وصار القتال ممتع اكثر من كونه قتال لاجل الانتصار والهزيمة والحياة والموت مع عكس كايدو تماما اللي كان مصدوم من ام القتال ايش الجوي بوي ذا اللي اشغل اهل اهل لماني قادر قاتله زي الناس فعلى عكس كايدو تماما ما شفنا اي رفض للهزلية بواسطة كيزارو كايدو كان رفض ام الهزلية طارب زي الناس اشل الاستهبال ذا كيزارو مبسوطة ولد فكني تكفى يا رحم ابوك دخت ياهو ورماو بغى يطيح في المحيط لما شاف المحيط قال اوهو رجع طار زحف كذا في زحف في القتال هذا اما بالنسبة لسانجي وفرانكي وبروك ونامي واسو فغالبا غالبا راح نشوف لهم لو تدخل بسيط في المستقبل ممكن ما يتم تسليط الضوء عليهم بشكل كبير ولكن راح نشوف لهم تدخل لانهم نايمين متكين فوق من كم فصل ممكن جيمبي وروبين ها ما يتم اقحامهم في هذا القتال بشكل مباشر ولكن اللي متأكد منه انه معظم طاقم قبعة القاش لازم يقدموا ادوارهم في هذا القتال في النهاية اودا ما يحب يترك الساحة فاضية لشخص واحد لازم يوزع الادوار لكل الشخصيات حتى في الفريم لما كيزرو مسك اوسب من رقبته شوفنا بروك مطلع سيفه وشوفنا نامي مجهز عصايتها فممكن نشوف تدخل من هذول الشخصيات سواء في هذا الحدث او في حدث الاحر ويا عالم تتحقق نظريتي ويجيك تشبر بقفازة ضوء ويلطم لك ابو كيزرو ويخليه فوق اوسب جايز 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 سيبونا حلل براحك طيب يا جماعة فصل اليوم للامانة ما فيه اشياء كثيرة ولا فيه امور كثيرة قابل للتحليل ولكن خليني الاخص لكم الكلام ويش الاحتمالات اللي ممكن نطلع فيها خلونا نبني سيناريو افتراضي على سبيل المثال الواضح والصريح يا جماعة انه ساترن راح يعطي امر للباسيفيستا ويرجعوا ينقلبوا مرة ثانية على طاقم قبعة القاش واحتمال بسيط انه بطريقة ما ساترن او زحل يعطي الامر والباسيفيستا يطنشوه ممكن يكون فيجابانك تلاعب في سلم الصلاحيات تلاعب في البرمجيات بطريقة ما مش اكيد ولكن احتمال ضئيل جدا خلينا نتركه موجود ولكن الاحتمال الوارد انه الباسيفيستا يرجعوا ينقلبوا على طاقم قبعة القاش وفيجابانك ويبدأ القتال والوضع يصير سيء واسوأ تجاه طاقم قبعة القاش وتجاه فيجابانك والنسخة المتبقية منه فاودا راح يحطنا كده في ضغط ضغط توتر توتر مأزق مأزق ايش نسوي ايش نسوي وفجأة تصير بقعة ايش البقعة دي الله اعلم الرجل الالي وارد ايش بيكون دوره بالضبط الله اعلم بيدمر الباسيفيستا بينقذ الطاقم ويهربهم ولاش ينقذهم ويهربهم ممكن لانه صح على نغمات الجوي بوي وبطريقة ما يشوف انه خادم للجوي بوي بسبب امور تاريخية قديمة سارت او ممكن لا ما ينقذهم كده فجأة يصح يشوف الباسيفيستا قدامه ويدمرهم تدمير تام او 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 نظرية ضئيلة جدا 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 ولكني بحطها برضو من بابيش يمكن تحصل انه كوما يتجسد داخل هذا الرجل الالي بسبب تجارب قديمة سواها فيقابانك ما بين الرجل الالي وما بين كوما شلون ازاي ايرونو رميتها ونشوف وكل الاحتمالات اللي ممكن تطرحونا يا جماعة واردة ولكن احب اقول لكم واقول لنفسي يعني انه او دا بيسوي شي مختلف تماما بالرغم من اننا نعتقد انه التحليل بسيط وتوقع ما هو قادم بسيط الا انه او دا فجأة بيطلع لك كذا بسيناريو ما تدري من وين جاء وينفذه وتصير القصة بشكل مختلف ويمكن بشكل افضل بكثير من اللي توقعنا وبس والله يا جماعة هذه تقريبا اهم النقاط في هذا الفصل ما اعتقد انه في امور ثاني ممكن نلتفت لها وايب الاسبوع الجاي ما في فصل الاسبوع اللي بعده في فصل وان شاء الله ان شاء الله ان او دا يرجع لمسار تنزيل الفصول ومعا تصير في اي مشاكل في اصدار الفصول اسبوع من دون فصل وان بيس اسبوع من من للغاية واحدة من الاشياء اللي صراحة تخليني اتحمس للاسبوع انه اوه في فصل وان بيس هذا الاسبوع اوه في بقعة كبيرة بتصير هذا الاسبوع اوه وش مخبي لنا اودا هذا الاسبوع ولكن الشعور هذا صاير كذا متخبط بسبب الفوضى اللي اقحمنا فيها اودا والتأجيلات اللي صايرة بين فتر وفتر عموما خلونا نتفعل خير اعطيكم العافية احبوا لايك في الفيديو لو اعجبك اشترك في القناة افعل جرس التنبيهات اشتركوا في الموقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش حساباتي كلها موجودة في صندوق الاص كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم